السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصباحكم ومسأكم معطر بذكر الله أهلا وسهلا بكم جميعا وتحياتي للجميع وكلكم على راسي من فوق وأفضل حاجة في الوجود هو ذكر الله والصلاة على المحبوب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم طيب النهاردة جماعة وصفة فعالة 100% أتمنى أنتو النهاردة يعني تاخدوا الوصفة دي أنا تعبان فيها بجد وصفة فعلا فعلا فوق الخيال وفوق الوسط نتيجتها فورية 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 أتمنى أنتو النهاردة يعني تهي تعجبكم الأول وأتمنى أنتو تجربوها شكرا لكم ونقول اللهم احسن ما بين يدينا واللهم صلي على سيدنا محمد نبينا طيب دي البولة اللي احنا هنستخدمها ايه الاول مكون احنا نستخدمه طبعا احنا نستخدم كل مكونات التبييد للبشرة طبعا اي يعني بصي تبييد للبشرة تبييد المناطق الحساسة هتستخدميها هتلاقي نتيجة فورية الجسم بالكامل اللي انت هتستخدم فيها الوصفة دي هتلاقي نتيجة فورية اول حاجة معانا البطاطس شايفين انا اضطحها مكعبات بالشكل اللي انتو شايفينه ده اهو هنحطها معانا هنا تمام كده طيب ايه تاني معلش يعني ايه الوقت ايه خدنا طيب زي ما انتو شايفين كده هو احنا خدنا الايه البطاطس تاني مكون بتاعنا هناخده الرز بصي انا عايز معلقتين رز بالعدد ولا اكتر ولا هناخد كده معلقتين من الايه من الرز طب تالت مكون معانا هناخد اللمون شايفين اللمون اهو هنقطعه كده فيه مكون تاني فيه مكون رابع يعاني ناخد مكون ثاني بس بعد ما ايه نخلص وهاقول لك هنعمل ايه طبعا بعد ما حطنا المكونات دي بقى ناييس حاجة واحدة كده ناييسها ايه ايه ايوه بالضبط كده فرخة ونطردنا كل احسان غديوة يعني ما حصلتش في تاريخ اليوتيوب بس احنا بقى مش هناخد ايه الفرخة هنعمل ايه هناخد كل الكلام ده بقى هنرفعه على النار نسيبها لحد لما تتسوى بعد ما هتتسوى righteous رابع هتعملي ايه? وهقول لك ناقص ايه? عشان هتخش الشاور هتطلعي بيضا. استني. كده طلع معانا زي ما انتم شايفين بالشكل ده. اهو. شايفين? اهو. انا عايز نفس الشكل كده. وعايز سخني بالزبط. ليه? عشان احنا كده هنجيب الطبق بتاعنا دوت. اهو. وهنبدأ نحطه هنا كده. اهو. تمام? يا جماعة والله ده يعني اقوى مبيض موجود على المجرة. يعني اقوى مبيض فعلا لو انت استخدمتيه بيض يعني ملوش حل. خلاص كده احنا حطيناه هنا وقب. وعلى طول انا هنزل هنا باي? هتجيبي اي صبونة عندك. اي صبونة. دوف مفيش مشكلة. هي افضل حاجة دوف الصراحة يعني. اي صبونة عندك هتجيبيها هتبشو ليه على النعم كده بنفس بنفس الفكرة كده انا هنا مستخدم صبونة لكس الصراحة يعني. وهنحطها هنا كده هو. اهو. وهنقلب. اهو. هنقلب. هنقلب كده. ناشي دغاية لما طبعا هنا الصبون كتير انا عندي الايه? الكمية اللي انا عاملها عشان بس الطبق. فانا ايه? حطيت ايه? حطيت حاجة. ممكن ازود ثاني صبوة بطاطس دلوقتي ورز. اهو. تمام? هنحطها كده اهو. نفس الشكل كده اهو. تمام? هي طبعا ايه? هتسيح معها. لو الحاجة سخنة. هتلاقي ايه? السابون ده ابتدى ايه? ابتدى يسيح معاك. تمام كده? او ابتدى يدوب معاك. هنقلب كده. ويه? هنحط بقى اي زيت بقى عطري. هنحط لو انت اعقق اي زيت موجود عندك. زيت لوز مفيش مشكلة. هتحط زيت وردة. هتحطي اي زيت عندك. انا هنا اخترت للصراحة زيت جوز الهند اهو. هحطي منه حبة اهو. عايز انت بقى زيت لوز مفيش مشكلة. عايزة تحطي بقى زيت. اي زيت موجود عندك. انت بتستخدميه. حطيه. بصي هتلاقي حاجة كده ملهاش حن. هنقلب بقى كل المكونات بتاعتنا كده مع بعض اهو. وعندي شاور بالزبط. واحنا بناخد شاور بالزبط بتاعنا. هنبدأ بقى نستخدمه. هنستخدمه ازاي على اي مناطق في الجسم كلها. مثلا على الايد على البشرة تحت الباط. على اي اي اماكن حضرتك عايزة حضرتك وعايزين تفتحوها. تبدأوا اي تستخدموها. انا مسلا هنجيبه حتة كده هو. اهو. هوريكو بس الفكرة اهو. وهنفضل اي نحط كده هو. اهو. تمام? نفس الكلام كده بالزبط. اهو. وعلى الايد كده اهو. هايزة بقى بصي يعني اي اهو. هنفضل ندعي كده هو. وهنسيبها اي بتاع دقيقة كده هو. طبعا احنا ايه. وعبالما هنوزع على الاماكن كلها. او على الجسم كله. هتلاقي ايه دي خادة المفعول بتاعها. فهنبدأ بقى احنا ايه بالليفة بقى هنفضل ايه. نروح ايه دعكينها كده هو. تروح من او عاملينها بالمية. هتلاقي البياض بقى بيضة خالص. هتستخدمي الكلام دوت. لو انت هتستخدميه على الايد. يعني استخدميه يوميا. الكل دوت هتحطيه في البرتمان. وتستخدميه بقى زي ما انت عايزة. لو انت عملت كده هتلاقي بياض ايه ما حصلش. انا هاوريكه هنا هواد كده بس بمجرد ايه يعني الدقيقة دي كده هو. ايه اللي حصل بس فيها اهو. وتبدأ بقى ايه تخسيري اهو كده هو. انا اقوم مرة عمل الكلام ده الصراحة يعني. بس لان الوصفة حلوة جدا والوصفة نكحة. فانا ايه حبيت ايه اشاركها قدامك يعني. الوصفة ليه وصفة كويسة جدا يعني وصفة من زمان جدا الناس كانوا بيستخدموها قبل المبيضات وقبل الكريمات وقبل كل حاجة. حاجة بسيطة. لمون بطاطس ويعني ورز وتقدر تحطي ايه نصف سابونة. بصوا الفرق. شايفين الفرق? بصوا الفرق اهو. بص دي ايه. بص دي اهو. بياض يعني وقتي. وقتي كده هو تيبقى حاجة كده عشرة على عشرة. اتمنى اللي انتو تستخدموا الوصفة دي. الوصفة دي ممتازة. الوصفة دي هيلة زي ما انتو شفتوا كده عملية اهو قدامك اهو. اهو. يعني ولا شحر ولا شعوازة. اعملوا الوصفة دي ان الوصفة دي هيلة فوق مما تتخيلي. لو انت كررت الكلام ده يوميا هتفرق معاك جامد جدا في بياض بشرتك. شكرا ديكم. اتمنى اللي انتو تجربوها. اتمنى الفيديو دوت يوصل لكل الناس وحطوه على صفحتكم على الفيسبوك. وتحياتي للجميع.